من اعتقد اعتقاداً في النبي صلى الله عليه وسلم مما ينقص من قيمته أنه عليه الصلاة والسلام صادق أنه أمين أنه بلغ أنه عاقل من اعتقد خلاف هذا فهذا كافر من قال قولاً يتنقص به من رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر من فعل فعلاً أشار إشارة يتنقص به من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الخلق إنسان معصوم فيجب أن نؤمن أنه صادق أنه أمين أنه عاقل يعني فطن وأنه بلغ ما عمله الله سبحانه وتعالى بتبليغه وأن نعظمه وأن نتأدب معه فمن فعل خلاف ذلك اعتقاداً وقولاً وفعلاً هذا كافر